شارك رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي أبدر حمان مختار محمد في عمال الجمعية الأمومية العادية للمجلس الاقتصادي الافريقي ببماكو العاصمة المالية كان ذلك بحضور العديد من المسؤولين في القارة الافريقية تقرير زميل آدم وبكر إدريس تجيء هذه الجمعية الأمومية العادية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الافريقي تحت شعار البيئة والأمن وهو بمثابة إطار مؤسسين للتبادل الأرائي حول البيئة الأمنية لصالح الدول العضاء في الإقليم الساهلي والسعي إلى المشاركة في تبادل الأخبار والمعلومات وخصوصا في التعليم والتربية البيئية والأمن والمواطنة إلى جانب دور الشركاء والقياديين في سبيل نشر الوعي والتعالف رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الشادي أبد الرحمن مختار محمد انتهز هذه الفرصة وقدم بيانه الذي شمل كافة من المطالب كلاستخدام الأمثل للبيئة والسهر على الأمن الداخلي كما ركز لدور البلاد في التعاون في بسط الأمن وتوفير السلام فضلا عن مكافحة الجفاف والتصهر والبيئة والأمن في دول الأعضاء مؤكدا بأن التغير المناخي والأمن هما الظاهرتان اللتان لهما لاحتمام الأكبر في أجندة دول الإقليم ولتذكير فإنه ومن خلال الجمعية الأممية العادية للمجلس الأفريقي فقد تم تجديد المكتب وتسلمت قيادة الرئاسة الدورية السيدة أمينة تال رئيسة المجلس الاقتصادي بدولة السينيغال ونذكر إلى أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأفريقي شرفه رئيس جمهورية مالي أبو بكر وقدم توجيهات هامة في سبيل النهوض بالمجتمع المدني الأفريقي وأبدأ رئيس جمهورية مالي تجاوبه مع المكتب الجديد للمجلس الأفريقي وأكد تمسك الرؤساء الدول العضاء بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الأفريقي ولعب دوره في المهافلة الإقليمية والدولية